السلام عليكم يا صغار تعرفنا سابقا على حرف M letter M واليوم سنتعرف على حرف جديد وهو letter N يلفظ حرف ال N هكذا N as in nest nest ماذا يعني nest؟ يعني عش أحسنتي N as in nuts N, N, Nuts ماذا يعني nuts؟ مكسرات مكسرات أحسنتي N as in nose ماذا يعني nose؟ أحسنتي يعني أنف والآن هيا نتعرف كيف نكتب letter N أبركيس ولوركيس كتاب صحيحة سأبدأ نعمل خط من أعلى إلى أسفل مستقيم وبعدها نرسم خط موازل إلى من أعلى إلى أسفل from top to bottom هلأ رح نوصل بين الخطين من أعلى من الجهة اليسار إلى الأسفل إلى الخط الموازل آخر من أسفل إذن من أعلى إلى أسفل خط قاطع لهم وصلنا نائل أن أبركيس أن أبركيس يلا نكتب أن أبركيس كمان مرة نرسم خط من أعلى إلى أسفل from top to bottom نرجع نرسم خط موازل إلى من أعلى إلى أسفل from top to bottom وبعدها نرجع من جهة اليسار نرسم خط من أعلى نرسم خط مائل بنوصله مع الخط الآخر من الأسفل in أبركيس in أبركيس أحسنتي أحسنتم جميعا والآن هيا نتعرف كيف نكتب letter in lowercase كتابة صحيحة ال in lowercase تكتب هكذا نبدأ من خط الوساط المنتصف نرسم خط من أعلى إلى أسفل from top to bottom وبنرجع الخط الثاني وبنعمله خط مائل in lowercase in lowercase حسنا نرسم خط من المنتصف من أعلى إلى أسفل نرجع على نفس الخط وبنعمل خط منحني أحسنتي أحسنتم جميعا تعرفنا اليوم على letter in والمر القادم إن شاء الله سنتعرف على حرف جديد وهو letter أحسنتي أحسنتي إلى اللقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر